بيبدأ الفيلم بهاكر عبكاري اسمه بن جامين وبنشوفه بيتكلم مع حد في التلفون وبيقوله ان الشرطة عرفه مكانه وبعدها بيروح قوضة في فندق وبيلاقي ان صحابه كلهم مقتلين فبيضطر يسلم نفسه للشرطة وبيحكي لهم قصته المأساوية فبيقولهم ان كان طفل يتيم عايش مع جدته وما حدش كان بيحب يتكلم معان هاي وده خلاه يحس ان طفل مختلف ونفسه يكون سوبر هيرو زي باتمان وده يعني عشان يخلي الناس تحبه ولما كبر بقى مسؤول عن جدته بيرعيها لان حالتها الصحية ادهورت وساعتها اكتشف بن جامين انه بيحب عالم الكمبيوتر وبدأ يتعلم برمجة لحد ما بقى زاكي جدا وبيقدر يختارك اي حاجة قدامه ودي بالنسباله كانت تعتبر قوة خارقة ملهاش اي مثيل وكان بيستمتع جدا وبيختارك اي حاجة سرية زي حسباب بنوك او في عالم الديب ويب لكنه اكتشف ان فيه مبرمجين كتير اشطر منه في عالم الديب ويب زي مثلا مستر اكس اللي يعتبر افضل هاكر في العالم وكل المبرمجين والهاكرز بيخافوا منه وبيعملوله الف حساب ولحد دلوقتي محدش قدر فيهم يكشف هويته الحقيقية او حتى يوصل لربع مهاراته في عالم البرمجة والاختراق وبيقول بن جامين انه كان مضطر اشتغل ديليفري عشان يصرف على جدته وفي يوم الايام روح يوصل بيتزا البنت معجب بيها اسمها ماري واسمعوا يا بتتكلم مع اصحابها وبتقول لهم انها مذاكرتش وان نفسها حد يجيب لها اسئلة الامتحان عشان تنجح فيه ولما رجع البيت قرر يختارك سيستم الجامعة عشان يسرق الامتحانات بتاعتها على امل يعني انها تحبه وتتعلق بيه وفادل يتخيل حياته معاه وهم متجوازين وعندهم اطفال وبالليل بيدخل الجامعة وبيقدر يختارك السيرفر ولكن بيطيبت عليه قبل ما يسرق الامتحانات وبعدها بيتحول المحكمة ولكن بيرفض القضي يسجنه لان سنه لسه صغير وبيحكم عليه انه ينظف الشارع والحديقة لمدة يوم واحد واسناء استراحته بيقابل واحد محكم عليه زيه اسمه ماكس وبيبدأ يسأله انت تعقبت ليه فبيقوله بنجامين انه اختارك سيرفر الجامعة عشان يسرق الامتحانات وساعتها بيتفاجئ ماكس بكلامه وبيقوله انه هو كمان يبقى هاكر وبعدها بيعزمه على حفلة بالليل فبيوافق بنجامين وهو فرحان لان دي اول مرة حد يتكلم معاه وما تجهلش وجوده ولما بيروح الحفلة بيعرفه ماكس على صحابه الهاكرز واول واحد فيهم اسمه بول وده هاكر محترف ومتخصص في الصيانة والتاني اسمه ستيفن ومتخصص في اختراق الشبكات وبيحب يعمل حاجات متهورة زي القفز بالموتسكل من فوق المرتفعات وبعدها بيقوله البنجامين انه ممكن يضموا الفريق الهاكرز بتاعهم بس على شرط واحد ان يسبت لهم قدراته ويختارك اي حاجة قدامه فبيوافق بنجامين وبيعض على الكمبيوتر اللي قدامه وبيقدر يختارك سيستم الشرطة وبيفصل الكهرباء عن المدينة كلها وقتها بيتصدم ماكس وزميله وبيقرار يضمون الفريق بتاعهم واللي بيكون اسمه كلاونز وفجأة بتيجي الشرطة وبيرجع بنجامين الكهرباء واول ما بينزل الحفلة بيتفاجئ ان ماري قدامه فبيفهم انها واحدة من المعزيم فبيضطر يهرب بسرعة هو فريق كلاونز ولما بيرجع للبيت بيتفاجئ ان جدته مش موجودة فبينزل يدور عليها في الشرع وبيلاقيها ماشية لوحدها ومش فاكرة اي حاجة فبياخدها للمستشفى وبيقوله الدكتور ان جاء لها زهايمر ولازم تفضل في المستشفى عشان يهتموا بيها لانها محتاجة للرعاية فبيضطر بنجامين يوافق وبيخرج من المستشفى وهو حزين ولما بيركب القطر بيقابل صاحبه ماكس وبيخرجوا يتمشوا مع بعض وبيبدأ يقول له ماكس ان في بينهم حاجة مشتركة وهي انهم بيحبوا الهاكر مستر اكس ونفسهم يقابلوه ويتكلموا معاه عشان كده بيخطط ماكس وفريقه انهم يخترقوا اماكن كتير عشان يلفتوا انتباه مستر اكس وساعتها اكيد هيطلوا بيقابلهم وممكن يضموهم للفريق بتاعه وبعدها بياخدوا ماكس لجراش العربيات وبيكون بولو ستيفن مستنينهم هناك وبيسرقوا عربية فبيركابوا العربية هما الاربعة وبيروحوا مقر سفارة الدينمارك وهناك بيقرروا يخترقوا سيستم السفارة عشان يثبتوا نفسهم لمستر اكس فبيقلق بن جمين وبيكون خايف يضقبض عليه وساعتها بياخدوا ستيفن وبيدخلوا للسفارة عشان يحضروا مؤتمر السفير الدينماركي وينفزوا المهمة واول ما بيدخلوا بيركب ستيفن كاميرا مراقبة عشان يشوفوا اللي بيحصل وفي نفس الوقت بيروح من جمين يختارك اللابتوب بتاع بروجيكتور اللي بيتعرض عليه الفيديوهات بس فجأة بيشوفوا واحد من الحراس وبيطلع يجري بسرعة وبيركب العربية اللي فيها زميله وساعتها بيقعدوا يتفرجوا على السفير الدينماركي وهو بيكلم المسؤولين الالمانيين ووقتها بيكون عاوز ياردلهم على البروجيكتور خطة التعاون الاقتصادي بين الدينمارك والمانيا وفجأة بيشتغل فيديو مسيق الهتلر وبيفضل المسؤولين يزعقوله وساعتها بيكون ماكس وفريق كلاونز قاعدين بيتحكوا وده لانهم هم اللي عملوا كده عشان الخبر ينتشر في المانيا كلها ولما بيعرف السفير اللي حصل بيؤمر رجالته انهم يقبضوا عليهم بس بيقدر الكلاونز يهربوا منهم في اخر لحظة ومع الوقت بيقدر فريق الكلاونز يختاركوا شركات كتيرة وده عشان يلفتوا انتباه ميستر اكس لحد ما فيهم بيكتشف ماكس ان ميستر اكس سمع عنهم لكنه استعزق بيهم وقال انهم مجرد مبتدئين فبيتدايق ماكس وبيكون متعصب جدا وفي نفس الوقت بيكون فيه محقيقة اسمها هان بتتكلم مع مجموعة مبرمجين وبتأمرهم يبدأوا البحث عن اي دليل يوصلهم للكلاونز عشان تقبض عليهم وقتها بيكون ماكس عامل حفلة في بيته وبيقول لبنجامين ان ماري مش هتحبه طول ما هو جبان وشخصية انطوائية وده لان البنات بتحب الشاب الشجاع اللي مش بيخاف فبيقتنع بنجامين بكلامه وبيروح يقابل ماري وبيحاول يقرب منها عشان يعترف لها بحبه لكنها بتتدايق منه وبتمشي ولما بيروح وراها بييجي صاحبها وبيضربه وبيحذروا ان يبعد عنها وإلا هيقتله وفي يوم بيتجمع فريق الكلاونز وبيلون مستر اكس بعت لهم رسالة في عالم الديب ويب وبيقول لهم ان الشرطة بيدوروا عليهم وبيديهم وقتها ملف التحقيق بتاع الشرطة وبيكون مكتوب فيه انهم بيخمنوا ان فريق الكلاونز مجرد أطفال صغيرين فبيضحك مستر اكس وبيتريع عليهم وبيقول لهم ان الشرطة نفسها مش معترفين ان فريق الكلاونز هاكرز فبيتعصب ماكس وبيقول انهم لازم يخترقوا حاجة مستر اكس نفسه مايقدرش يخترقها عشان يسبتول انهم أفضل منه هو وفريقه وبنعرف ان فريق مستر اكس اسمه فريق الأصدقاء فبيقترح اليوم بنجامين انهم يخترقوا سيستم المخابرات الألمانية لان ده أصعب سيستم معقد في العالم وما حدش قدر يخترقه نهائي فبيعجب ماكس بالفكرة وبيدخلوا مبنى المخابرات بالليل وهم لابسين زي عمال النظافة وعلى وشهم قناع المهرج وبيتفرقوا هم الأربعة عشان يعطلوا الكاميرات والكهرباء لحد ما بنجامين يقدر يخترق السيستم ويعطلوا بس بنجامين بينسخ المعلومات في السر من غير ما الفريق بتاعه يعرف ولما بيخلص بيهربوا بسرعة من المبنى وبيروحوا يحتفلوا عشان نجحوا في المهمة وأثباتوا انهم أفضل من فريق مستر اكس وساعتها بيشوف بنجامين حبيبته ماري في الحفلة وبيروح يرقص معاه وفرحان لأول مرة في حياته وبعدها بيدخل الحمام وبيقرر يعترف لماري بحبه بس أول ما بيخرق بيلاقي ان صاحب ماكس بيخونه معاها فبيتدايق بنجامين وبيرجع البيت بسرعة وبييجي فريق الكلاونز عشان يصالحوه ولما بيزعق لهم بينفعل عليه ماكس وبيقوله انت من غيرنا ولا حاجة لا فبيتعصب بنجامين وبيقرر يبعث المعلومات السرية اللي سرقها من المخابرات لمستر اكس ذات نفسه وبكون المعلومات دي عبارة عن أسماء كل العملاء السريين اللي شغالين في المخابرات وتاني يوم بيصحى بنجامين وبيلاقي ان ماكس قدامه وبيعتذر له على عمله وبيقوله ان وقتها كان ساكران ومش دارب اللي بيعمله فبيتخانق معا بنجامين وبيقوله انت كذاب وفجأة بيلاقوا الأخبار بتتكلم عن موت واحد من الهاكرز من فريق فرانس بتاع مستر اكس والصدمة ان الشخص ده كان واحد من العملاء السريين اللي بنجامين كشف اسمهم لمستر اكس وواضح كده لمخابرات كانوا مجندينه عشان يقبض على مستر اكس فبيتداق فريق الكلاونز لانهم بسبب بنجامين متهمين بسرقة معلومات من المخابرات الألمانية ودي طبعا عقبتها الاعدام فبيقرروا انهم يساعدوا المخابرات ويكشفوا هوية مستر اكس وده عشان يلبسوا التهمة ويبرقوا نفسهم وقتها بتقطع المحققة هان وهو بيحكي قصته وبتبدأ تقوله ازاي هتقدر تكشف هوية مستر اكس وانت عارف انه احسن هاكر في العالم فبيقول لها بنجامين انهم اتواصلوا مع مستر اكس وطلبوا منه ينضموا للفريق بتاعه وطبعا مستر اكس هوافق بشرط انهم يثبتوا ولقهم لي وينفذوا مهمة خطيرة في مركز الشرطة الاوروبية والمهمة دي انهم يختارقوا نظام الحماية ويوصلوه بالسيرفر الرئيسي وده عشان يقدر يختارق نظامهم ويعرف كل اسرار الشرطة الاوروبية فقرروا انهم ينفذوله المهمة وده عشان يعرفوا الاي بي بتاع جهاز مستر اكس ويقدروا يختارقوه وساعدها يقدروا يكشفوا هويته ويسلموا للشرطة بس قبلها حرقوا البيت اللي هم فيه عشان ما يسيبوش اي دليل وراهم وبعدها سفروا المدينة لهايفو هولندا لان مقر الشرطة الاوروبية موجود هناك ولما بيوصلوا بيشوف بنجامين واحدة خارجة من المقر وبيقع منها بطاقة الزيارة بتاعتها فبياخدها وبيقرر يختارق مركز الشرطة الاوروبية لوحده من غير فريقه وده لانه هو اللي وراتهم في المشكلة وبسبب الشرطة عاوزين يقبضوا عليهم فبيروح لمقر الشرطة الاوروبية وبيوري الحارس بطاقة الزوار اللي لقاها وبيقول للحارس انه نسم حفظته في المقر ولازم يدخل يجبها ضروري فبيوافق الحارس وبيدخله وبيروح بنجامين لقط الأجهزة وبيحط جهاز متطور بيختارق السيرفر بمجرد ما يتصل بشبكة الانترنت وفعلا بيقدر بنجامين انه يختارق سيستم الشرطة الاوروبية وبعدها بيبعت رسالة لمستر اكس عشان يتصل بالشبكة ويقدر يختارق هويته ويكشفه بس بيتفاجئ ان مستر اكس كشف خطته ورفض يتصل بالشبكة لأ ده كمان صوره وعرف موقعه بالزبط وبعط له ناس عشان يخلصوا عليه لكنه بيقدر يهرب منه وبيروح للفندق اللي صحابه قاعدين فيه وللأسف بيلاقيهم كلهم ميتين وده بيبقى المشهد اللي شفناه في بداية الفيلم فبيفهم بنجامين ان مستر اكس هو اللي عمل كده وبيشرح للمحققة هان انه سلم نفسه عشان مستر اكس ما يقتلوش هو كمان وبعد ما بيخلص قصته بيقولها ان ممكن يساعدها في كشف هوية مستر اكس والقبض عليه بشرط انها تدخله برنامج حماية الشهود عشان ياخد هوية جديدة ويبعد عن حياة الهوكرز فبتوافق المحققة هان وبتسمح له يستخدم جهاز كمبيوتر عشان يبدأ خطته وساعدها بيدخل بنجامين عالم الديب ويب وبينتحل شخصية مستر اكس وبيبعد رسائل لكل الهوكرز عليها معلومات مزيفة عنه ومن ضمنها انه بيشتغل مع المخابرات في السر واول ما بيدخل مستر اكس لعالم الديب ويب بيكتشف اللي حصل فبيكرر انتقم منجامين وبيدخل على لينكه معين عشان يسلمه للشرطة وطبعا مستر اكس ما بيكونش عارف ان بنجامين اساسا متعاون مع الشرطة بس بيتفاجئ ان كل ده كان فخ من بنجامين وان اللينك ده بيسمح له يخترق الاي بي بتاعه وبعدها بتكرر المحققة هان ان تنفذ وعدها لبنجامين وبتقوله انه هتخليه يدخل برنامج حماية الشهود عشان يغير هويته بس في البداية بتكون عاوزة تتأكد انه ما كانش بيجذب عليها فبتروح تقابل حبيبته ماري عشان تسألها عنه وبتتفاجئ ان ماري ما تعرفوش اصلا وعمرها ما شافته فبتفهم ان بنجامين كذب عليها عشان يخرج من القضية وبعدها بتروح تقابل الدكتور بتاع جدته وبيقولها انه ام بنجامين كان عندها انفصان في الشخصية واكيد ورس منها المرض ده وعاقله بيخليها تخيل الاشخاص على انهم صحابه وده عشان يعوضوا عن الوحدة اللي هو فيها فبترجع هان لمقر المخابرات وبتقول لبنجامين انها مش هتقدر تدخله برنامج حماية الشهود وده لانه مريض نفسي فبينفعل بنجامين وبيقولها انه ما كانش بيجذب عليها وبيترجعها تساعده ودخله برنامج حماية الشهود عشان يغير هويته وإلا فريق الاصدقاء بتاع مستر اكس هينتقم منه ويخلصوا عليه زي صحابه فبتوافق هان وبتخليه يختارك سيستم المخابرات وكمان بيسجل نفسه في برنامج حماية الشهود وبيغير هويته وبعدها بتوصله هان للمينة عشان يسافر وبتنصحه يعيش حياة طبيعية ويبعد عن حياة الهاكرز دي خالص بس المفاجأة انه اول ما بيركب المركب بيجي صحابه وبيطلعوا لست عايشين وبنكتشف انه خطط لكل اللي حصل ده بعدما مستر اكس كشف هويتهم وساعتها اضطر يزايف موتهم وخلى ماري تساعده في خطته وكمان قدر يخدع المحققة هان ويفهمها انه مريد نفسي وده عشان يستعطفها وتخليه يختارك برنامج حماية الشهود واللي من خلاله قدر ياخد هوية جديدة ليه هو وصحابه وبكده يكون بنجامين وفريق الكلاونز ادرس بيته انهم افضل هاكرز في العالم وخدعوا الشرطة والمخابرات وبيخلص الفيلم بيبدأ الفيلم ببنت اسمها سارة وهي بتتمشى مع حبيبها ريك في الجامعة بعدما باعوا مخدرات للطلبة وبعدها بيرجعوا للبيت عشان يستراحوا شوية وبيكون عايش معهم صحابهم مايك وحبيبته ترش واللي بيشتغلوا معهم برضو في بيع المخدرات فبتدخل سارة قوضتها عشان تشيل الفلوس اللي جامعتها وبتتفاجئ لما بتلاقي الصندوق اللي بتشيل فيه الفلوس فاضي تماما فبتحس ان مايك هو اللي سرق الفلوس وبعدها بتتخانق معاه وبتطلب منه يرجعها وساعتها بيحاول ريك يهديها وبيوعدها انه هيرجع لها الفلوس فبتخرج تشم هوى عشان تهدى عصابها واول ما بترجع بتلاقي صحابها ميتين على الارض وبتتفاجئ ان ريك هو اللي قتلهم فبيرتبك ريك وبيقول لها انه ما كانش يقصد وانه كان بيدافع عن نفسه لانهم هجموا عليه وكان عاوزين يقتلوه وبيعرفها انه مفيش حل غير انه يتخلص من الجسس فورا وانهم يروحوا يعيشوا في بيت تاني عشان الشرطة ما تشكش فيهم وفعلا بيتخلص من الجسس وبيرميهم في صندوق الزبالة وساعتها بتكون صارة قاعدة في العربية وحسة بالزنب عشان ما بلغتش الشرطة وتاني يوم بتروح شغلها وبتشوف الاخبار على تلفزيون وبتتفاجئ ان الشرطة لقوا الجسس في الزبالة وبيقولوا انهم عرفوا القاتل ويقبضوا عليه في خلال 24 ساعة بس فبتبدأ صارة تتوتر وبتخرج من الشغل وهي مرعوبة وساعتها بيجي ريك وبياخدها بالعربية بتاعته وبيروحوا يعودوا في فندق مؤقتا عشان يستخبوا هناك بس بتتفاجئ ان ريك حجز الفندق بالفيزا بتاعتها وبتفضل تزعقله لان الشرطة اكيد هيعرفوا مكانهم من خلال مكينة الاتم وفعلا بتيجي الشرطة وبيقبضوا عليهم وبيحقق معهم الزبط كارل وبتحكيله سارة عن كل اللي حصل فبتقولوا انها ملهاش يد في الموضوع وانها مكانتش موجودة في البيت اصلا وقت وقوع الجريمة فبيقطعها كارل وبيقولها ان مش مسدق كلامها وده لان الجريمة تمت بثلاث طلقات وده معناه انها حصلت عن عمد وبيخمن انها لعبت بماغرك واغنعته ان هيقتل صحابهم وده عشان تتخلص منهم بعد ما سرقوا فلوسها فبتحاول تعمل نفسها بريئة لانها متأكدة ان الشرطة هيصدقوها واللي بيعزز كمان من الموضوع ان ملهاش اي سجل اجرامي المهم ان سارة بتنفعل وبتحاول تفهموا انها بريئة وملهاش يد في الموضوع لكنه مش بيقتنع بكلامها وبيجي يدخلوها الحجز وهناك بتتعرف عليها واحدة اسمها جيمي وبتتعاطف معاها وبتعرفها انها خارجة من السجن خلاص وهتزورها كل فترة عشان تطمن عليها وفي يوم بييجي والد سارة ومعها المحامي عشان يعرفها اخر تطورات في القضية بتاعتها وبيقولها للأسف ان وضعها سيئ جدا في القضية لان الشرطة لقى ورسالة مكتوبة بخط ايديها في بيت ريك وكتبة فيها انها ندمانة على كل اللي حصل وانها ما كانتش في وعيها ويبتقتل صحابها لانها بتطاعت المخدرات كل يوم فبتم فعل سارة وبتقول انها ما كتبتش الرسالة ديت وان اكيد ريك هو اللي كتبها عشان يورطها في القضية معاها ولما بتتحول المحكمة بيتم الحكم عليها بالسجن لمدة 111 سنة وبتتنقل للسجن المشدد عشان تقضي عقوبتها وهناك بتعرفها مديرة السجن بقوانين وبتدخلها الزنزانة وفي وقت الغداء بترمي سارة لأكل بتاعها وبتقعد لوحدها وهي مكتئبة وبعدها بتيجي زميلتها جيمي عشان تزورها وبتطمنها ان المحام بتاعها عمل استئناف في القضية فبتشكرها سارة وبتتصور معاها وبتعلق السورة ديت في الزنزانة بتاعتها وتاني يوم بتروح المكتبة وبتقرأ في قطب القانون وده عشان تدور على اي صغرة تساعدها تخرج من القضية ديت فبتيجي واحدة اسمها فيرال وبتطلب منها تقرأ لها الجواب اللي معاها عشان ما بتعرفش تقرأ فبتقرأ سارة الجواب وبتقولها ان عمها رفع عليها قضية واخد حضانة بنتها بشكل مؤقت وبتعرفها انها هتساعدها عشان ترجع حضانة بنتها وهتكتب جواب لمحكمة بالنيابة عنها وهتقول للقاضي انها مش هتتخلى عن بنتها وبعدها بترجع سارة للزنزانة بتاعتها وبتديها واحدة اسمها ميمي كوباية قهوة فيها مخدرات فبتبدأ تسألها ازاي قدرت تجيب مخدرات في السجن ما ان ما فيش زيارة النهاردة فبتقول لها ميمي انها تصحبت على زابط في السجن وانها بتخلي دخلها كل اللي هي عايزها ومع الوقت بتبدأ سارة تقرب من زميلها لفي السجن وبتخرج ترقص معاهم لحد ما بتلاحظ زابط بيصورها واسمه سبلينتر وبيباني ان الزابط ده معجب بيها جدا وبعد سنتين بييجي والدها عشان يزورها ويتطمن عليها وبيقول لها ان المحكمة للأسف رفضت الاستقناف وده لان حبيبها ريكي اعترف عليها وقال لها انها كانت شريكة في الجريمة وبيعرفها ان الفلوس اللي معاها خلصت وللأسف مش هيقدر يدفع اتعاب المحامي فبتقول لها سارة انها هتتصرف وهتجيب فلوس المحامي وبعدها بتروح تقابل زميلتها ميمي اللي بتدخل مخدرات للسجن وبتعرض عليها انه مش تعلق مع بعض ويبيع المخدرات للمساجين فبترفض ميمي بحاجة انها هتخرج من السجن كمان ست شهور وانها مش عاوزة تتورط في مشاكل زي دي وساعدها بتكرر سارة انها هتشتغل لوحدها وبتروح تقابل الزابط سبلينتر في الحمام وبتطلب منه يساعدها ويدخل لها المخدرات في السجن وده في مقابل انها هتدي له النص الفلوس اللي هتكسبها فبيوافق سبلينتر وبتبدأ سارة ببيع المخدرات للمساجين عشان تجمع تكاليف المحامي وفي يوم بتتعرف على مينتس معها باولا وبتكرر تشغالها معاها في بيع المخدرات عشان توسع ناشطها وتبيع بكمية كبيرة فبتوافق باولا وبتقدر سارة تجمع فلوس كتير جدا في وقت قليل وبعد الشعر بيجي المحامي عشان يعرفها اخر التطورات بخصوص الاستقناف اللي عملوا وبيقولها ان المحكمة رفضت تعيد محاكمتها لان الادلة كلها ضدها وللأسف مش هتغرق من السجن غير بعد ما تخلص مدة العقوبة فبتمفعل سارة وبتفضل تتخانق معاه لانه مش عارف يساعدها وساعتها بيجي الزابة سبلينتر وبيحبسها في حجز انفراضي لحد ما اعصابها تاد شوية ولما بتيجي من ديرة السجن بتقرر تخرجها من الحجز الانفراضي وبتعرفها ان صاحبتها فيرال هتخرج من السجن النهاردة فبتروح سارة عشان تودعها وبتشكرها فيرال جدا عشان وقفت تساعدها وساعدتها ترجع بنتها وفجأة بتشوف سارة واحد من الزباط وهو خارج من صلط الرياضة وبتعرف ان الصالة دي بتوصل لبره السجن فبتكرر انها تعرب من السجن وبتروح تقابل سبلينتر وبتعرض عليه ساعدها في الهروب وده في مقابل انها تتجوزه في السر وتنفز له كل طلباته فبيتردد سبلينتر في البداية ولكن بيتطر يوافق لانه بيحبها وعاوز تجوزها وبعدها بترجع سارة للزنزانة وبتتصل على صاحبتها جيمي عشان تساعدها في الهروب وبتطلب منها تستنها بكرة بعربيتها قدام السجن وتاني يوم بتقدر تقنع كل المساجين انهم يساعدوها في الهروب وبتخليهم يمثلوا انهم بيتخنقوا قدام الزباط عشان يشتتوهم وبتستغل سارة الفرصة وبتدخل سلط الرياضة وبتغير هدومها عشان محدش يتعرف عليها وبعدها بتركب عربية الشرطة مع سبلينتر وبتستخبى لحد ما بتخرج من السجن وبعدها بتركب عربية صاحبتها جيمي وبتنجح خطتها في الهروب فبتخدها جيمي البيت قديم عشان تقعد فيه مؤقتا وبتديها كمان فلوس عشان لو احتاجت تشتري حاجة وفي الوقت ده بيوصل محقق اسمه هارد للسجن وبيحقق مع كل الزباط في قضية هروب سارة لحد ما بييجي الدور على سبلينتر وبيلاحظ كده انه متوتر فبيبدأ يشك فيه وبيحاول يضغط عليه بالاسئلة عشان يخليه يعترف وفعلا بيعترف سبلينتر انه ساعد سارة في الهروب لانه بيحبها جدا وبيقوله انه دلوقتي ما يعرفش مكانها فبيروح هارد للزنزانة بتاعتها وبيشوف الصور اللي متصورها مع زميلها وبيلاحظ انه اغلب صورها كانت مع صاحبتها جيمي فبيروح لها البيت عشان يستجوبها وبيحددها انه هيسجنها لو ما قالتش على مكان سارة فبتطار جيمي انها تعترف وبتقوله على مكان سارة وفي اللحظة دي بيكون سارة في الحمام وبتقص شعرها وبتحاول تغير شوية من شكلها عشان محدش يتعرف عليها فبيجي المحاقق هارد وبيقتحم البيت بس بتقدر انها تهرب من باب الخلفي وبتروح للسوبر ماركت عشان تشتري سابغة وتغير شعرها وانك بتشوفها زميلتها ميمي اللي كانت معها في السجن وبتطلب منها تساعدها وتشوف لها اي بيت تقعد فيه مؤقتا وده لان مش معها فلوس ومش هتهرف تقعد في فندق بنرجع بقى تاني الهارد وبيحقق مع صاحبتها بولا اللي كانت بتشتغل معاها في بيع المخدرات وبيقولها ان فيه حاجة مش لقلها تفسير ليه كل المساجين بيحبوا سارة بجنون لدرجة انه مساعدوها في الهروب ومش بس كده دوا الرافدين يقولوا اي معلومة عنها فبتقولوا ان سارة ساعدت كل زميلها في السجن وبدون مقابل عشان كده هم بيحبوها ومتأكدين انها دخلت السجن ظلم فبيكرر هارد يروح لكل صحاب سارة اللي خرجوا من السجن عشان يستجوبهم فبيروح يقابل ميمي وبتضطر تعترف له على مكانها ولما بيروح لمكان سارة مش بيلاقيها وبتقول للاسحة في هيربيت وساعتها بتروح تقابل صاحبتها فيرال وبتطلب منها تشوف لها اي شغل وده عشان تعمل باسبور مزيف وتهرب من امريكا فبتهرض عليها فيرال تشتغل فتاة ليل وتروح تقابل واحد غني اسمه بوب فبتوافق سارة وبتروح تقابله في الفندق وهناك بيشوف بوب الأخبار وبيعرف انهم بيتكلموا عليها عشان هربانا من السجن ومش بس كده ده كمان دخلت موسوعة اخطر المجرمين المطلوبين في امريكا فبيواجهها بوب الموضوع وعلى عكس المتوقع بيقول لها انه مش هيسلمها للشرطة وهيساعدها تهرب برا البلد وفي الوقت ده بيروح المحاقق هارد لبيت والد سارة وبيطلب منه يعرفوا معلومات اكتر عنها والسبب اللي بيخلي كل الناس تحبها فبيقولوا انها زكية جدا وعندها قدرة كبيرة على الاقناع وده اللي بيخلي الناس ينفزولها رغباتها وبعدها بيروح هارد للمكتب بتاعه وبنكتشف انه سرق موبايل والد سارة عشان يدور على اي حاجة توصله بيها وفجأة بترن سارة عن موبايل وبتتفاجئ ان هارد هو اللي بيرد عليها فبتقولوا انها مش هتسلم نفسها لانها مظلومة طالما انت بريئة وما عملتيش حاجة فبتم فعل سارة وبتقولوا انها خافت تبلغ لما شافت حبيبها ريك بيقتل صحابها قدامها وطبعا ده اعتراف صريح منها انها كانت موجودة وقت وقوع الجريمة عكس بقى ما كانت بتقولهم في التحقيقات انها ما كانتش موجودة وقتها فبتبدأ سارة ترتبك وبتحس انها تكشفت وساعتها بيروح هارد يقابل صاحبتها فيران وبيهددها انها يسجنها لو ما اعترفتش على مكان سارة فبتضطر فيران للأسف انها تعترف له بالحقيقة وبتقولوا انها مستخبية عند رجل اعمال اسمه بوب وهو الوحيد اللي يعرف مكانها وبالليل بتوصل الشرطة لبيت بوب وبيقدروا يقبضوا عليه وساعتها بياخدها هارد في عربيته عشان يرجعها السجن وفي طريقهم بتقولوا سارة انها بريئة وما عملتش حاجة فبيقول لها هارد ان معجب بزكاء لانها يقدر تستغل زميلها وهربت من السجن فبتعترف سارة انها نفزت الجريمة مع حبيبها ريكل وانها ضغطت عليها عشان يتخلص من صحابها لانهم كانوا بيشاركوها في فلوس المخدرات اللي بيبيعها وبسبب ان معندها السجل اجرامي كانت مخططة تلبس الجريمة الريكل لواحده عشان تتخلص منه وكمان وبيخلص الفيلم وبصراحة في وجهة نظري كده انها ممكن تخنع هارد يهربها مرة تانية ولا انتوا بقى ايه رأيكم بيبدأ الفيلم سنة 1988 بالتحديد في سجن مشدد في دولة تشيلي واللي بيكون فيه 120 سجين سياسي محكوم عليهم بالاعدام وده بسبب انهم معترضين على نظام حكم الدكتاتور الظالم بينوشيه وفي يوم بيعمل سجناء السياسيين احتجاج وبيطلبوا من مأمور الاسم يفصلهم عن باقي المساجين وانهم لازم يعودوا في سجن تاني لوحدهم بحجة ان المساجين بيدربوهم فبييجي جاك نائب الرئيس وبيزعق لمأمور السجن على الفوضى اللي بتحصل وبيأمروا ينقل المية وعشرين سجين سياسي في مبنى لوحدهم وبعد ما بيتنقل المساجين للمكان الجديد بنشوف مهندس معمار اسمه ليون وهو بيكلم مع صحابه راف وصانشيز وبيخططوا للهروب من السجن وتاني يوم بيتجمعهم التلاتة وبيفكروا في خطة للهروب وبيكون راف ألآن جدا لانه محكوم عليه بالاعدام والحكمة يتنفذ في خلال سنتين او اقل فبيقترح عليهم انهم يتكلموا مع زميلهم المساجين ويخليهم يساعدهم في الهروب وده عشان يهربوا بسرعة قبل معاد تنفيذ حكم الاعدام ولكن بيرفض ليون وبيقولوا انه ممكن يكون فيه جواسيس تبع الحكومة موجودين بين المساجين وبيعرفوا بحكم انه هو مهندس حسب مساحة السجن كله وجات له فكرة انهم يحفروا نفق تحت الارض عشان يهربوا والنفق ده يكون في الزنزانة بتاعته لان المسافة بينها وبين صور السجن 80 متر بالزبط وده معناه ان النفق برضه هيكون طوله 80 متر بالزبط بس للأسف فيه مشكلة كبيرة جدا وهي انهم ها يطلعوا 60 طن من الطراب وطبعا يحتاجوا قدة كبيرة يخزنوا فيها الطراب ده من غير ما الحراس ياخدوا بالهم فبيقولوا راف ان الزنزانة بتاعته فوقيها سطح السجن على طول وممكن يعملوا حفرة في السقف ويحطوا الطراب في السطح وبعد لحظات بيروح سجين اسمه ديفيد يتكلم مع راف وبيقول انه بيفكر يهرب من السجن وبيسأله انت عندك خطة ولا لا بس راف بيجذب عليه وبيقوله انه مش بيفكر في الهروب وبيبان عليه كده انه شاكك في ديفيد فعشان كده كذب عليه وتاني يوم بيتجمع ليون وزميله في الزنزانة بتاعته عشان يبدأوا عملية الحفر وبتيجي فكرة لليون انه يكسر جزء من الحيطة ويحفروا تحتها وبعدها يسدوا الحفر عشان ما تكونش باينه ومحدش من الحراس ياخد باله منها وفعلا بيبدأوا ينفزوا الخطة وبيخلوا واحد زميلهم معاه جيتار يجيب لهم ادوات تساعدهم في الحفر وبعدها بيروح ليون الزنزانة بتاعت راف وبيحاول يعمل فتحة في السق وده عشان يخزنوا الطراب في السطح زي ما كانوا متفقين ولما بيخلص بيطلب من راف انه يجيب له بيد وسور بسترات وده عشان يغطي الفتحة قبل ما الحراس يشوفوها وبعد ثواني بيجيب له راف الحاجات اللي طلبها وبيدهاله وساعتها بيعمل ليون جبس بالبيض والطراب وبيحطه على الفتحة وبعدها بيغطيها بالصورة بحيث ان محدش يشوفها وفجأة وقتها بيحصل تفتيش مفاجئ وبيدخلوا الحراس يفتيشوا الزنزانة بتاعتهم وبياخدوا الصور اللي على الحيطة بس الحسن الحظ مش بياخدوا الصورة اللي على الفتحة وبيعد التفتيش بسلام ولما بيجي يوم الزيارة بيقعد راف مع امراته اللي بتشتغل رئيسة حزب المعارضة وبيبدأ يسألها انت ليه ما جبتيش الاطفال فبتقولوا انها تودهم يعيشوا مع والدتها الفترة دي لانها مشغولة في الشغل ومش عارفة تهتم بيهم فبينفع الرف وبيقول لها اعوضي في البيت انت اخرج المطبخ اصلا وبيبدأ يعرفها خطة الهروب من السجل عشان تساعدهم اول ما يخلصوا حفر النفق وقتها بيكون ليون وزميله عمالين يحفروا في الحيطة اللي هيكون تحتها النفق وفجأة كده بيسمعوا صوت حارس جاي ناحيتهم فبيوقفوا حفر وبينظفوا المكان بسرعة لحد ما بيمشي وبعدها بيكملوا حفر وبيعمل ليون قطعة مزيفة من الجبس تشبه بالزبط الجزء اللي كسروا من الحيطة وده عشان يحطوها فوق النفق اللي هيحفروا فيه وبالتالي كده محدش من الحراس هيكشفهم وفعلا بتنجح خطتهم وبيحفروا في النفق وبيتفعوا لقشارات يتواصلوا مع بعض لما يكون فيه حارس جاي وقريب منهم وبيتفعوا انهم يتقسموا المجموعات وينقلوا الطراب لسطح السجن بهدوء وده عشان محدش من الحراس يشك فيهم وبعد مرور شهر كامل بيتفاجئ ليون انهم ما حققوش اي انجاز في الحفر وانهم يا دوب حفروا ثلاثة متر بس بسبب عددهم القليل فبيضطروا يضم عشر سجناء تانين لفريق الحفر وده عشان يحفروا النفق بسرعة قبل تنفيس حكم الاعدام ولما بيجمعهم بيعرفهم كل حاجة عن خطة الهروب وبيديهم كمان تعليمات لازم يمشوا عليها وهي انهم يتقسموا الاربع ورديات الصبح وبالليل وكل وردية فيهم لازم يشيلوا 100 كيلو طراب يوميا ويحفروا بأسرع وقت ممكن ولازم بعد ما يخلصوا حفر يستحموا كويس وينظفوا دوافرهم مهدمهم وكمان يرقبوا الحراس وباقي المساجين عشان يتأكدوا ان محدش هيكش في خطتهم وساعتها بيكون راف هو المسؤول عن مرقبة الحراس وبيحفظ الدوريات بتاعتهم عشان يحذر زميله وقت التفتيش ولما بيروح يلعب كرة مع زميله بيتكلم معه ساجين اسمه اوسكار وبيقوله ان شافهم وما بيخسله دومهم كل يوم من الطراب وكمان شاف طراب لازق في ضوافرهم عشان كده هو متأكد انهم بيحفروا نفق وعاوز يهرب معاهم فبيوافق راف وبيخليه يحفر مع باقي الفريق عشان ما يقولش للمساجين ويكشفهم وفي يوم بيحصل تفتيش مفاجئ وبيروح ليوم بسرعة يحذر زميله قبل ما يكشفه بس المصيبة ان فيه مساجين بيكونوا في النفق ومحتاجين وقت عشان يخرجوا لان النفق بيكون طويل جدا فبيكرر راف انه يعطل الحراس وبيتخانق معاهم هو وزميله وساعتها بيخرج فريق الحفر وبيقفلوا النفق بالجبس وبعدها بيدهنوا بنفس لون الحيضة عشان ما يكشفوش وبعدها بيتم القبض عليهم كلهم بسبب الفوضى وأعمال الشغبة اللي عملوها وبيتحبس رف حبس انفرادي وبيعد اليوم من غير ما حد يكشف خطتهم وتاني يوم بيجي محامية من حزب المعارضة اللي مراته شغالة فيه وده عشان تتكلم مع راف واتعرفوا آخر التطورات في حكم الاعدام فبيتري عليه جاك نائب الرئيس وبيعرض عليه سجير وبيقول له فضل لك خمس شهور بس وهتتعدم يا حالتها وبعدها بتتكلم معاه المحامية وبتعرفوا ان امراته قالت له على كل حاجة بخصوص خطة الهروب من السجن وبتطمنوا انهم هيستنوهم برا السجن عشان يساعدوهم في الهروب اول ما يخلصوا حفر النفق وفي اليوم التلتمية اتنين وتسعين من الحفر بيقدروا يحفروا سابعين متر من النفق وبيكون فضل لهم عشرة متر بس عشان يقدروا يهربوا وفجأة بيقل الأكسجين في النفق وبيفقد صاجين الوعي بسبب عمق النفق فبييجي راف عشان يخرجوا بسرعة وبعدها بيجمع لهيون كل فريق الحفر وبيقولوه من عنده حل لمشكلة قلة الأكسجين ولازم يخلصوا حفر بسرعة لان معاة تنفيذ حكم الاعدام قرب قوي فبيجيب مروحة وبيركب فيها خراطين بلاستيك عشان يدخل هول زميله اللي بيحفروا في النفق وفي نفس الوقت بنشوف النائب جاك وبيستدعى السجين ديفيد وبيديله علبة سجاير وبيأمره يرأي بكل تحركات راف ويعرف اذا كان بيخطط للهروب من السجن ولا لأ وفي اليوم الـ 524 بيقدر راف يحفر لحد سور السجن وبعدها بيطلع من سقف النفق لون احمر عشان مراته والحزب بتاعه يعرفوا المكان اللي هما يخرجوا منه ويستنوهم هناك ولما بيخرج من نفق بيروح يتكلم مع ديفيد عشان يعرف خطة الهروب ويخليه ساعدهم في الحفر بس فجأة بيديله ديفيد سجارة من العلبة اللي ادهاله جاك وبيقدر راف يتعرف على العلبة لانه شافها مع جاك قبل كده وبيستنتج ان ديفيد شغال جاسوس عند جاك وقتها بيكون زميله في النفق وبيحصل زلزال فبيخرجوا من نفق بسرعة قبل ما ينهار بعدها بيجمعهم ليون وبيقولهم انهم لازم يهربوا بكرة بأي شكل من الاشكال لان لو حصل زلزال مرة تانية ممكن النفق ينهار وساعتها تعبهم كله هيروح على الفاضي وبيعرفوا من حزب المعارضة هيستنوهم عند صور السجن وهيساعدوهم لحد ما يخرجوا وفي اليوم الخمسمية سبعة وستين بيجهزوا نفسهم عشان يهربوا من السجن وطبعا بيكونوا مش مصدقين انهم اخيرا يتحرروا بعد حفر دام لمدة سنتين بس قبل ما يهربوا بيعودوا يتفرجوا على التلفزيون مع باقي المساجين وده عشان الحراس يعني ما يشكوش فيهم وبعدها بيخرجوا واحد وراء تاني وبيروحوا النفق وبيدخلوا فيه بسرعة وبيسجل اوسكار اسمين في ورقة عشان يتطمن ان فريق الحفر كلهم خرجوا وقتها بنشوف ديفيد ووقعها بيتفرج على التلفزيون وبيلاقي عدد المساجين قل وبيحس كده ان في حاجة غريبة بتحصل فبيروح لزنزانة ليون وبيشوف اوسكار هو واقف قدام النفق فبيفهم المساجين هربوا وبيكون عاوز يبلغ الحراس فبيضربوا اوسكار وبيفضل يتخانق معاها وساعتها بيكون فيه واحد من حزب المعارضة عمال يحفر عند سور السجن وبيخرج المساجين من النفق وقتها ديفيد بيضرب اسكار بسكينة في كتفه وبيروح عشان يبلغ الحراس وفي نفس الوقت بيروح المساجين اللي هربوا من النفق يركبوا اوتوبيس عشان يهربوا بس بيقراروا يستنوا باقي زميلهم اللي في السجن عشان ياخدوهم معاهم والحصن الحظ بيكتشف باقي المساجين النفق وبيبدأوا يهربوهم كمان بيهرب ليون وزميله وبيخلوا الاوتوبيس يمشي واخيرا بيهرب سبعين سجين سياسي من اصل مية وعشرين محكوم عليهم بالاعدام وبتتسجل عملية الهروب دي على انها اكبر واسكى عملية هروب في التاريخ لانهم حفروا نفق تمانين متر تحت الارض من غير ما اي حد يكتشف اللي هم عملوه وبيخلص الفيلم لو عجبك الفيلم بقى اعملي لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة اعملت قناة تانية وسميتها اوفردوز افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى اخذ لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة